الحاجة التانية اللي أنا ورضو عاوز أتكلم فيها ودي أنا باستغرب لها شرط الجزائي لكل مدير فني من المنتخب مصر كرويش لما جي وهو بقى لوقتي حوالي ثلاث شهور معنا لو ما كانش يوفق في البطولة الأمم الأفريقية اللي فاتت دي وما وصلش للمبراه النقيقية كانت طلع من أدوار التمهيدية كلنا كنا نقول لازم يمشي طيب عشان تمشيه الراجل بشيليه عقد وفيه شرط الجزائي وهنا بقى هنا مربط الفرس هنا أن أنا بتكلم فيه لما بنقول الشرط الجزائي هو فيه لجنة فيه لجنة تبقى مسؤولة عن إدارة قرية الخدم تعمل عقد ده وتعمل فيه لو مشينا في أي وقت نديره سنة ونص مين اللي هيتحاسب عليها أحمل مجاهد اللي كان مسك اللجنة السلسية ها راجل جميل وشخصية جميلة الراجل ده خلاص مشي جي جهاز جي مجلس إدارة بعدية يدفع سنة ونص لو ماشوا كروش يعني نازم تحتافظ بيه لمدة سنة ونص ومبالغ بيش قليلة طب مين لي حاسب؟ يا جماعة نازم نعرف إمكانياتنا إيه؟ هو بس مجرد لأنا أجيب مدرب وأقول للعالم كله أنا جبت فلاني لفلاني وعملت له شرط الجزائي كبير ما وفقش معنا ما ينفقش تحطي شرط الجزائي ودي دي نقطة مهمة جدا نعم مكلمش على كروش بس لا وعلى كالترون وعلى معين الشعباني اللي هو اللي بتاع الإسماعيلي اللي بتاع المصري المصري الناس عارفين حدودهم قد إيه؟ قدروا يعملوا عقده كويس قوي جابوا الراجل مدرب أجنبي وهو من تونس الشقيقة وعمل 120 ألف دولار وعمل الشرط الجزائي بسيط لأن دي إمكانياته إحنا بنعاني الأندية بتعاني وكل أندية مصر كلها بتعاني إنما عشان أجي بس كالترون مثلا ألاقي المجلس اللي قبل كده أو اللجنة اللي كانت معينة عاملة عاملة كام؟ عاملة 300 ألف دولار شرط جزائي طيب وإنتوا عارفين إن أقصد ما فيش فلوس وإنتوا كنتوا بتعانوا إن ما فيش فلوس في النادي إنتوا بالعقد ده دبستوا مجلس إدارة اللي جيب عديكو هيجيب فلوس منين؟ الراجل ما وفقش هستنى عليه حد ما يوقع على الدنيا؟ لا فحرام كده والله وويس على كده الإسماعيلي عمالي يغير في المدربين والمستوى بيش واضح بتاع نادي الإسماعيلي يجيب النهاردة مدرب بكرة بيجيب مدرب تاني مع احترامي ما ينفعش لازم بقى فيه استقرار فعشان كده بقول بالنسبة للعقود بتاعة الشرط الجزائي النادي الأهلي وهتقول لي بقى هنا أنت ما قلتش على النادي الأهلي لا النادي الأهلي وهتكلم على الجزائية دي كمان مدثماني أهو معمول له شرط الجزائي بس بالحدود وبعدين يا سيدي الشرط الجزائي بتاع مدثماني يطلب له أعز طلبه لأن الراجل حقق نتائج خيالية على مستوى القارة الإفريقية وعلى مستوى المحلي طيب أنت عايز إيه؟ أنت بتحسب المدرب على إيه؟ مش عن نتائج الراجل عمل حاجات مفيش عسك الرغم كده النادي الأهلي كمجلس إدارة أهم قاعدين الحمد لله الفترة التانية وربنا وفقهم في اللجاء إن شاء الله عارفين الحدود بتاعتهم مش مقارنة نقول لك النادي الأهلي معا فلوسة كده بيعمل شرط الجزائي لا الناس عارفة إمكانياتها دي وماشي هدية هيجد دوله خير وبركة مش هيجد دوله خلاص ما هي هي دي دي سنة الحياة فعشان كده أنا بقول للجان أنا بقول للجان اللي هي بتتولى المسئولية زي اتحاد الكورة وزي نادي الزمالك يا جماعة يا جماعة ما نفعش انتم اللي تعملوا العقود العقود دي المفروض وأنا من هنا بنادي لوزير الشباب ورياضة دكتور أشرف صبح يا دكتور أشرف الأندية بتعاني وبيعمله عقود المفروض اللجنة يرجع لوزارة الشباب والرياضة أو يرجع لربطة الأندية المحترفين زي كل العالم كله إنما إحنا عندنا ماشيين بدماغنا إحنا الناس بتتغير وإحنا محلة كسر ما نفعش عشان كده لازم كل نادي ما يجيب مدرب لازم شرط الجزائي على إمكانيات النادي هو النادي المدرب اللي جاي أهل النو سهل فيه لو هيضيف إضافة كبيرة جدا زي متسماني ما عمل كده وعمل حاجة ما فيش أحسب من كده أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أديل وإنما مدربين بيجوا ما بيحققوش وعمل لهم شرط الجزائي اللي عمله سنة ونص واللي عمله 300 ألف دولار هو فيه إيه هي الفلوس السايبة الفلوس بالسايبة وبعد نرجى بعد كده مجال السزارة الأندية تقول لك إيه أصلا ما عنديناش فلوس أصلا مش عارف إيه أصلا ما هم من الأول فعشان كده أنا بقول للدكتور عاشر ربط صبح أي لجنة تتعين من قبل سواء الاتحادات أو الأندية لازم يرجع لوزارة الشباب والرياضة عشان نشوف الإمكانيات إيه اللي هيحطوله بيها شرط الجزائي وشروط العقد إيه دي النقطة اللي ما كنت عايز أتكلم فيها نقطة مهمة جدا لأن دي عاملة خلافات كتيرة جدا في بعض الأندية ترجمة نانسي قنع